اه السلام عليكم احياكم الله. يا هلا وسهلا. اليوم بس نعرفكم على طريقة تركيب الشبكات الرأي او الليات التنقيط. هذه هي ايوة قينة. نشوفها بالضبط. يعني يفديوه سريع لكن ما يخالف حلوه. تمام? هذا الخط الرئيسي. وهذا ليه الليات التنقيط. وهناك يسوي له الشد. خلوني اروح تشوفون الطريقة بالضبط. هذه هي كده شد من هناك شدون الاخير طبعا هو اللي يتحمل. والمسكة اللي هنا برضو تتحمل الشد ما تفك. لذلك هي مربوطة ربط جيد هنا. الحركة اللي شتوها تو هذي خلاص ما عاد ينفك لي لانه مرفوع اخذ زاوية شوي فوق. فلذلك تطلع لكم بهالطريقة الله يسعدكم. اه كده نكون خلاص جهاز شبكات الري. وبعد تجهيز شبكات الري نبدأ بالتجهيز التربة. اللي هي خليه التجهيز اللي احنا نسويه دائما نتكلم عنه انا كتير. فبرضو هذي الحين تشوفوه هنا. الله يسعدكم. اه نشوف طريقة التثبيت. طبعا تثبيت الخط الرئيسي هذا هو عن طريقة المنصورة هذه. وهنا نشبك الليات. ايوه ايوه. منتاز يا عثمان. ممتاز يا عثمان. طبعا الطريقة هنا اللي الرئيسي هنا في جلبة وهنا في وصلة. هم هذو اللي رئيسي بعدين الخرم بعدين جلبة وهذه وصلة وينشبك فيها اللي على طول. وبكده الله يحفظكم صارت شبكة كده جاهزة. ينشد من هناك شد قوي جدا. طبعا شوفو كيف السحب يسحب بقوة بحيث انه تثبت المنصورة هذي مثبت الخط الرئيسي. اه لا لا بد يكون مشدود باستقامة تامة على ساس ما يجي عندنا اخطاء بالخطوط او يصير فيه مضايقات البعض خطوط النباتات. لا بد يكون بشكل البعد من هنا الى الخط الثاني او المصطبة الثانية يكون واحد. من بداية الصالة الاخر الصالة. هذا امر مهم جدا بحيث انه ما يكون في اخر مشوار النباتات لما تكبر يكون فيه نقاط ضيقة لما يكون الخطوط مش مش عدلة يعني. هذه هي الان زي ما انتم شايفين الخط اه تم شده شد جامد جدا. وجالسين الان نفرد الاخر خط هذا اللي عندنا اليوم. هلاص الباقي المكان كله جاهز ومتركب. طبعا انتم معارفين هذه المواصيل يثبت فيها الخط الرئيسي لانه مشدود. شوفوا الانحناات اللي تصير فيها هذه. هذه الانحناء دليل على انه احنا شدين خطوط الرئي شد اه جامد. يعني اه ناخذ منها استقامة كاملة. وبالطريقة هذه يكون عندنا استقامة خطوط الرئي. وبنفس الوقت اه شبكة متكاملة شبكة الرئي طبعا هناك الخط الرئيسي للتغذية اللي هو هنا اذاك الثلاثة بونسة والباقي هنا الخط الخطوط الامداد اللي هي تنين بوصة هذه. والجي ار هذه اللي هي الصغيرة انتم معارفينها طبعا. اه الله يحفظكم مع السلامة.